بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية رفع مجلس رؤساء الكنائس في بيان صادر التهنئة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولعموم العائلة الهاشمية والأسرة الأردنية الواحدة ولأبناء رعاية المؤمنين بأسمى آيات التهنئة والمباركة ضارعين إلى الله العلي القدير أن يجعل هذه الأيام أياما مباركة على الأردني والأردنيين جميعا وأن يجلب بها السلامة والخير والشفاء للعالم أجمع من آثار جائحة كورونا وبهذه المناسبة المباركة أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغا رسميا باعتبار يومي الخميس الموافق الرابع والعشرين من كانون أول والخميس الموافق الحادي والثلاثين من كانون أول من العام الحالي عطلة رسمية للموظفين والطلاب المسيحيين